بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين وبعد نلتقي معكم ثانية في حصتنا هذه والتي تكلمنا قبل هذه الحصة عن الاحتياط والاحتراز من وباء كورونا ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى بإيجاز عن أن كل شيء كل أمر موجود في ديننا الإسلام وأن الطب واكتشافات الطب والعلاج كله موجود في ديننا الحنيف أوصان الله عز وجل في صلاتنا بالوضوء قبل الصلاة وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام الطهارة والوضوء والغسل وبيّن هذا في سنته عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام نعود الآن إلى الاستشهاد بمجلة من المجلات التي تسمى نيوزويك هذه المجلة الأمريكية التي لها سنها كبيرة في بداية الثلاثينيات من القرن المنصر يعني رأي حوالي الآن حوالي بيئة سنة هذه المجلة تكلمت في هذه الأيام هذه الأشهر الأخيرة عن كورونا واستشهدت بأقوال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان العنوان الذي عنونته عنوان عجيب عنوان عجيب ومدهش للغاية كيف عنونت هذا العنوان قال كتبوا هذا العنوان هل يمكن لقوة الصلاة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد كان له رأي آخر هذا هو العنوان ما معنى هذا الحديث حديثنا ينصب في هذا المعنى يعني قالوا بأن الصلاة والدعاء لا يكفيان لوقف هذا الوباء بل هناك شيء آخر الشيء الآخر ما هو؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجوائح التي تصيب الأمة إذن ما معنى هذا؟ شيء غريب وشيء عجيب أن ينتبه هؤلاء الناس هذا مما يدل على أنهم يقرؤون ويبحثون ويحفظون ويجتهدون كثيراً ولذلك عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال أعوذ بالله من عجزي من جلد الفاجر وعجزي الثقة الفاجر الكافر الفاسق تجده مجتهداً لا ينام الليل دائماً في عمل وفي دراسة وفي بحث في جلد في تعب يعني يبقى سنين وسنين من أجل أن يصل إلى فكرة ما ثم إن ذلك المسلم ذلك المسلم المتكاسل الذي يدعي أنه يحافظ على الصلاة ويصوم الاثنين والخميس وأشياء كثيرة ولكنه عاجز لا يستطيع أن ينتج شيئاً لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط لا يستطيع أن يخيط قميصاً يلبسه يصلي فيه ولا يستطيع أن ينتج خبزاً أو قمحاً أو شعيراً فهو فاشل في حياته وهذا مناقض للشريعة الإسلامية هؤلاء وجدوا الحل قالوا ليس الحل في الصلاة والدعاء كما قال بعض المسيحيين لم يبقى حل إلا في السماء قالوا إن محمداً صلى الله عليه وسلم له رأي آخر وبدأوا يتكلمون عن هذا الرأي وبدأت هذه المجلة قالت إن هناك خبراء ومختصين المناعة يوصون بالحفاظ على النظافة والحجر والحجر أو العزل عن الآخرين باعتبارها أكثر الإجراءات فاعلية لاحتواء كورونا أو منع انتشار الأمراض المعدية عموماً وأضافت هذه المجلة كما قلت هناك شخص آخر أوصى بالنظافة عليه الصلاة والسلام والحجر خلال انتشار وباء كورونا إنه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل ألف ثلثمائة سنة وتابعت هذه المجلة وقالت رغم أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن بأي حال من الأحوال خبيراً في هذه المسائل متعلقة بالأمراض القاتلة إلا أنه قدم نصيحة جيدة لمنع ومكافحة تطور هذه الأمراض المعدية الوبائية مثل كورونا ولذلك استجهدت المجلة هذه بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث الطاعون هذا الحديث الصحيح إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها هكذا أوصان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين العزل يبين عزل الإنسان المريض عن الجماعة وهذا لم يتنبه إليه العالم إلا قبل مئة سنة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه بوحي من الله عز وجل لأن السنة هي وحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وحي هذا كلامه هو وحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ربي سبحانه وتعالى هو علم النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة هي من القرآن السنة هي من وحي الله سبحانه وتعالى ثم هذا وكذلك بيّنت هذه المجلة وذكرت بعض الأحاديث الأخرى هذا حديث كذلك عجيب حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استيقظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء في الإناء في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الإنسان لما ينظر الصباح يصلي الصبح الفجر بيغتص شيده في الماء وإن في الإناء في الطاص وإنما وإنما قبل ذلك قبل ذلك ماذا يفعل قبل ما يغتص شيده يغسلها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده وكذلك ذكروا حديثا آخر بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام وهذه من عظمة الإسلام عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث أخرى سنذكرها في فرص أخرى إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته